تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وأكد الأزهر الشريف أن ثورة يوليو المجيدة هي نقطة فاصلة في تاريخ المصريين فقد أعادت لوطننا العزة والحرية والكرامة وأعادت ثرواتنا ومقدراتنا ومهدت لتكوين جيش مصري قوي من أبنائه يدافع عن أرضه وحقوقه ودع الأزهر الشريف أبناء الوطن إلى مواصلة العمل بجد ومتابرة واكتهاد بما يحقق لمصر الرفع والتقدم ومواصلة التلاحم والتكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الرشيدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعبور بمصر إلى النهضة والازدهار ترجمة نانسي قنقر